فاحنا محتاجين نحط كل حاجة عالترابيزة لما تحصل خيانة الإلكترونية لازم نحط كل حاجة عالترابيزة أول حاجة أول إجراء لازم نعمله عشان نبقى واضحين قوي أول إجراء لازم نعمله لما تحصل ونكتشف جريمة الخيانة دي أول حاجة لازم يحصل فيه اعتزار اعتزار واضح وتوبة واضحة وهذه التوبة الواضحة وهذا الاعتزار الواضح يكون اعتذار وطوبة مطيبة للخاطر الشخص اللي حصل ده في حقه وإلا هتبقى المسألة في غاية السوق يبقى لازم يبقى فيه اعتذار وطوبة حقيقية ما يجيش واحد وهو بيعتذر يقول من انت اللي غلطانا لا 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 كده يبقى انت لسه حتى الآن ما عرفتش غلطك انت لازم تعرف غلطك في الأول خالص لازم يبقى فيه اعتذار وندم ومعاهدة على اني ده مش هيتكرر مرة تانية بعد كده ايه اللي يحصل ساعة ساعة مش اكتر من كده يتسئل الشخص فيها اللي هو حصلت منه الخيانة دي عن ايه اللي حصل ويجاوب عليه يجاوب عليه من غير ما يطلب ما يرفض الاجابة على اي سؤال طب لو حصلت ملامة في الساعة دي يسمع لاني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعو فإن لصاحب الحق ما قال ده شخص مغدور بي فيحصل كل الكلام ده في الساعة دي يتجاوب على الأسئلة ولو فيها ملامة نقولها في الساعة دي وبعد كده بنقفل الباب ده بنقفل الباب ده ليه؟ عشان نفتح باب تاني للتعافي ما بينفعش التعافي بالكلام ودي الخطأ اللي بيقع فيه الناس في البيوت دايما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الناس لازم تتغير فحضرة النبي قال لقد تابت توبة اللي وزعت على سبعين من أهل المدينة لكفتهم لازم التوبة تكون حقيقية عرف حضرة النبي إن التوبة حقيقية إزاي؟ إن كان هنا ده خطة للتوبة إيه الخطة اللي كانت عندها من التوبة؟ حضرة النبي ردها قال لها روح لغاية ما تفصم ابنك فراحت ردعته ورجعته معاه في كسرة إذن هو أردها فهي عندها خطة للتوبة فإحنا لازم يبقى عندنا خطة للتوبة يبقى بعد ما يبقى عندنا اعتراف وعندنا ساعة مصرحة بنخرج كل حاجة بعد كده بيحصل خطة للتوبة خطة للتوبة بتشمل إيه؟ بتشمل ثلاث حاجات أول حاجة تغيير العلاقة بين العبد وربي يعني هو لو ما بيصليش لازم يكون في خطته ويصلي لو إنه بيتكلم بكلام فيه فحش وفيه تبجح يقلل من ده ويغيره لازم يغير العلاقة بينه وبين ربنا يفتح باب الصدقات عشان يغير من نفسه وده شيء مهم جدا جدا يبقى لازم خطة التوبة يكون فيها الثلاث حاجات اللي هبقى أقول فيها يغير إيه؟ علاقته في ربنا يحسن علاقته لأنه هو ده تمقتل التوبة الحاجة التانية إنه هو يغير علاقته بالأشياء اللي كانت سبب ليقوعه في الذنب ده يغير علاقته بالتليفون يغير علاقته بأنه هو يخلق نفسه في أوقات هو عارف إنه هو في حالة احتياج للشهوة فده لازم يتغير الحاجة التالتة يغير علاقته بزوجته أو تغير علاقتها بزوجها التالت حاجات دولة لازم يتغيره فيتعامل برنامج فإذا كانت هي ما بتتكلمش مع زوجها تتكلم مع زوجها ما بتطلبش منه الاحتواء تطلب منه الاحتواء إذا كان هو قليل الأعاد في البيت يطول أعادته في البيت ويغير ده فتتعامل خطة والخطة دي يشرف عليها المغدور به يبقى دي تالت خطوة يبقى أول خطوة ببساطة خالص نعمل إيه؟ نتوب ونستغفر ونطلب السماح الحاجة التانية ببساطة خالص نقعد ساعة نسأل الأسئلة كلها ونتجاوب عليها بعد كده خطة للتغيير ويبقى فيها قدر كبير جداً جداً من الإصرار على الاستمرار على الاستقام رابع حاجة ودي شيء مهم جداً أن تفتح الزوجة أو الزوج المغدور به الأبواب ما تقفلهاش ما يبقاش الشخص ده لأن الشخص ده هو مشتاق أن هو يحس أن حد يبل ريئه أنه حد تغفره ولذلك إلا حاصل كل ما تساعد حد عن ده فأنت فرّكت عنه أو فرّكت عنها فعلى طول قولي أن الأبواب مفتوحة وهو في المقابل ده يبقى فيه الخطوة الخامسة يقدر الوجع ويقدر المشاعر بتاعة المغدور به فما يفضرش يرح عليه على أنه هو خلاص بقى خلصنا خلاص إحنا نفضل في ده لغاية إمتا؟ لأ يقدر مشاعره ويقدر أنه هو أزاه بالخمس خطوات دي يمكن يحصل كتير حاجات كتيرة جداً جداً في التغيير في حال الخاين وفي حال المغدور به ويبقى كل واحد فينا عاون للتاني على شيطانه وعاون للتاني على نفسه الأمر بالسوق حالي كلمنا كلام عقلاء مش كلام المصدر اللي كان سبب المشكلة مش كلام السوشال ميديا بدل خانك يبقى ما بيحبكيش لا في ناس كتيرة بتخون وهي بتحب بقول لكم الحقيقة يعني وأنا كده بلتمس الأعذار آباداً أنا بفسر الأحوال اعتزار لازم يبقى فيه اعتزار حقيقي وندم حقيقي يبان فيه الإصرار على تطيب الخاطر تاني حاجة لازم بلا هوادة يكون فيه جلوس لساعة للمصارحة والإجابة على الأسئلة وفي نفس الوقت قبول اللوم لو كان في ده بعد ساعة خلاص خلصنا وانتهينا من المسألة دي بعد كده لازم يبقى فيه خطة للتغيير ليتعامل فيها في علاقته بربنا وعلاقته كمان بالوسائل اللي كانت سبب في وقوعه في المعصية وفي الخيانة والحاجة التالتة علاقته بالشخص المخدور بيه ازاي هاي سلحها بعد الخطة دي لازم الشخص المخدور بيه يفتح الأبواب ويبتدي مشوار للتغاضي والعفو والمسامحة ومش لازم ده يكون في نفس اللحظة وعشان كده لازم يقدر الشخص اللي وقعت منه الخيانة المشاعر اللي عند الشخص ده وازاي هو موجوعة ويساعده كمان على انه هو بتطييب الخواطر والطبطب عليه طول الوقت انه هو يخرج من أزمته بالطريقة دي أظن احنا ممكن نحقق مراد الله فينا في قولي تعالى ان الحسنات يزيبنا السيئات يا رب اجعلنا من أهل الحسنات ويا رب نقى حياتنا دوما من السيئات